موسيقى طبا مساءكم نلتقي في هذه الحلقة مع رئيس بلدية الناصرة ورئيس اللجنة الكطرية للرؤساء العرب السيد رامز جريسي أولا أحنا مساهد بك رامز جريسي نعم مساهد بك المشاهدين الموضوع سيتشعب نتطلق إلى الناصرة ووضعية الأقلية العربية الفلسطينية في الداخل أيضا العلاقة مع المؤسسة العلاقة مع الدولة القضية الفلسطينية حكومة اليمين وماذا ذلك ولكن دعني أولا واعذرني عن السؤال الأول وهو يتعلق بموضوع حساس أعرف ذلك وأعرف من هو رامز جريسي ولكن أنا هنا أيضا للمشاهد حتى يعرف ماذا جرى وما هي حقيقة الأمور الموضوع يتعلق بالحديقة الصناعية في الناصرة هناك حديث عن ابتزاز عن لوائح اتهام وقد تم ربط أسم رئيس بلدية الناصرة في هذا الموضوع ماذا تقول أولا شكرا على إتاحة الفرصة لأتحدث عن هذا الموضوع الحساس القضية هي أكثر تشعبا هناك تحقيق منذ فترة وصل إلى تقديم لوائح اتهام يوم أمس ذات ثلاث أشخاص من الناصرة بتهم جباية رسوم حماية ما يسمى بخاوة وتصرفات جنائية في كثير من الارتباطات والمواقع إحدى الجزئيات مرتبطة بمشروع هو إقامة الحديقة الصناعية في مدينة الناصرة ولنها علاقة بهذا المشروع هذا المشروع عمليا بدأ بمبادرة مني من بلدية الناصرة مع أحد كبار الصناعيين في البلاد لإقامة حديقة صناعية لاستيعاد في الأساس صناعات الهايتك وكان يهمنا بشكل كبير أن ينجح هذا المشروع أن يجتذب شركات عالمية خصوصا في مجال الهايتك وهذا ما حدث فعلا هناك عدد من الشركات ستدخل إلى هذا المشروع في مراحل معينة من إقامته كان هناك تصرفات مسيئة وكانت من الممكن أن تؤدي إلى وقف المشروع وطلب مني ومن البلدية أيضا كان القائم بعمل رئيس البلدي أن نتدخل لوقف كل الأمور السلبي وفعلا تدخلنا في مرحلة متقدمة هذا هو سؤالي رامج رئيسي لماذا على البلدية هنا أن تتدخل؟ هذا موضوع ابتزاز ليس موضوع خاوة فليكن ليذهبوا إلى الشرطة أولا لم يكن الموضوع الذي تم الحديث معنا عليه لا موضوع خاوة ولا موضوع ابتزاز كان موضوع سرقات بشكل محدد سرقات من الموقع وتدخلنا لوقف هذه الظاهرة لأنه عمليا فعلا خفنا أن يقرر المبادر إذا كان هذا الوضع أنا أريد أن أترك وبالتالي التسبب في إساءة إلى سمعة المدينة بهذا الارتباط وبالتالي إساءة إلى كل مصارى التطوير الاتصادي الذي نعززه من يوم إلى يوم فكان مهم بالنسبة لنا حتى لو أن ذلك ليس من ضمن مسؤولياتنا كبلدي أن نتدخل لإنقاذ هذا المشروع لاحقا اسمح لي أن أكمل الصورة لاحقا تبين أن الأشخاص الذين كان لهم علاقة بموجب الشكوك والتهم أنا لا أدين أحد كان لهم بموجب وياحة الاتهام لقدمت عمليا أكثر من مكان اللي متهمين بابتزاز أو بليس لنا علاقة طبعا في كل باقي المواقع هذه الأمور لم تكن حين وفقنا أن نتدخل لوقف الأمور السلبية وإنقاذ المشروع من أن يتوقف وطبعا حقق معنى حول هذه التفاصيل أعطينا كل التفاصيل وكان مهم بالنسبة لنا لأنه في كل لقاء مع الشرطة مع وزير الشرطة نحن نثير هذه القضية ونطالب الشرطة أن تقوم بواجبها لإجتثاث كل المظاهر السلبية التي تسيء إلى المدينة وإلى سمعتها هذه الجزئية كان لنا علاقة الأمر الذي أثار الغضب وأثار لدينا شكوك أن هناك أهداف أخرى من النشر الذي كان هو بيان الشرطة هذا ما كنت أريد أن أسأل عنه رامز ريسي بيان الشرطة كان خطير بأي معنى يعني هو اتهم مسؤولين في البلدية بالمساعدة بالمساهمة في عملية الابتزاز في عملية الخاوة في التشجيع على الخاوة هذا هو الأمر الخطير أن بيان الشرطة كان بيان قابل للتأويل في عدة اتجاهات وبالتالي ترجم في وسائل الإعلام خصوصا وسائل الإعلام العبري بشكل مغاير للواقع ومغاير للحقيقة يعني مثلا في القناة العاشرة وضعوا عنوين أن هناك معتقلين من شخصيات كبيرة في البلدية لم يكن أمر كهذا على الإطلاق كذلك في وينيت أخبار مشابهة ليس لها أي صلة فيها الواقع وهي تأويل لذلك البيان المبهم الذي أصدرته الشرطة وليس المقام للتعداد كله لأنه نحن نعالج هذا الموضوع من زاوية القنف والتشهير وقمت أيضا بإرسال رسالة احتجاج شديدة إلى وزير الشرطة حول هذا الأمر. أنا أطمئنا الجميع أن نقاء ونظافة اليد لرئيس البلدية ولإدارة بلدية اللاصرة هو أمر لن يستطيع أحد أن يمس به مهما كانت المحاولات كما يظهر أن هناك أيضا أطراف أرادت أن تطلق هذه السمعة السيئة لتردع مبادرين وأصحاب اقتراحات لإقامة مشاريع اقتصادية في المدينة لإبعادهم عن المدينة لأنه إذا فعلا كان هناك اسم من هذا النوع هذا يؤدي إلى تردد لدى مبادرين ممكن أن يصلوا إلى مدينة الناصر. أنا أستطيع أن أطمئن الجميع. أجواء مدينة الناصر هي أجواء طيبة. أي أجواء رائعة. هي مدينة يطيب العيش فيها. في كل مكان هناك ظواهر سلبية. في الناصر أيضا ظواهر سلبي محدودة جدا. ونتأمل أنه فعلا أن تتابع الشرطة معالجة كل هذه القضايا السلبية. أن تغير من سلم أولوياتها. الذي يضع الأمن فوق كل شيء بأن يكون سلم الأولويات. هو أمن وأمان المواطن وأملكه. وهذا ما نطالب به دائما. إذا حدث أمر من هذا النوع. طبعا سننتقل إلى وضعية أفضل بكثير من التي نحن فيها. موضوع الحديقة الصناعية. وليس الحديقة الصناعية. أيضا عدة مشاريع أخرى. هناك من يعارض هذه المشاريع في الناصرة. هناك من يعمل أيضا في الخفاء. لعدم جلب مستثمرين إلى الناصرة. دعني أقول بصراحة. بلدية نتسير تليد. واضح أنها لها موقف يعارض ذلك. ويريد التخريب على الناصرة. السياسة الحكومية كلها أصلا. لا تريد لهذه المدينة أن تتطور. أن تسير باتجاه آخر. هل هناك علاقة أيضا لهذا الموضوع في ما تم النشر عنه؟. أنا لا أريد أن أطلق التهم جزافا. حقيقة أنه قبل إقامة هذا المشروع الكبير الحديقة الصناعية. كانت هناك منافسة من بلدات يهودية مجاورة لاجتذاب هذه المبادرة إليها. ولم تنجح فيها بسبب المثابرة والالتزام من رئيس البلدية ومن المستثمر. الذي فعلا بدوافع طيبة أراد أن يكون هذا المشروع في مدينة الناصرة. وقلت. أخشى أن يكون وراء الأكمة ما وراءها من محاولة تشويه سمعة لإبعاد مستثمرين عن هذه المدينة. مدينة الناصرة اليوم في انطلاقة. في انطلاقة السياحة في أوجها. السياحة من خارج البلاد. السياحة الداخلية. هناك حوالي ألف ومئتين غرفة فندقة جديدة تحت البناء. هدفنا أن نصل إلى أكثر من مضاعفة عدد الغرف الفندقي والسياحة هي محور ومرساء اقتصادية هامة لإقتصاد مدينة الناصرة. نعمل كل جهد من أجل المحافظة على الأجواء الطيبة في هذه المدينة. لصالح أهلها أولا وقبل كل شيء. وأفاق تطورها المستقبلية. أنت قلت الناصرة مدينة يطيب العيش فيها. هل حقا الناصرة مدينة يطيب العيش فيها؟ دعني أتساءل أحيانا هناك انفلات. هناك فوضى. أنا لا أتهم البلدية والبلدية ما إلا علاقة في الموضوع. ولكن أيضا لدور الشرطة في المدينة في الحفاظ على هذا الأمان. في الحفاظ على هذا الأجواء. وهناك حراك ثقافي. هناك حراك اقتصادي في الناصرة. قد يتم التخريب عليه من كبل. دعنا نقول ظواهر العنف المتزززة. ظواهر المخدرات. ظواهر السلبية. جميعا. أين دور الشرطة؟ وأين البلدية بالمطالبة الشرطة بأخذ دورها في هذا المجال؟ أعتقد أنني ذكرت ذلك. هناك فصل مسؤوليات ما بين بلدية وصلاحيات ومسؤوليات بلدية. وما بين مسؤوليات الحفاظ على الأمن التي هي مسؤولية الشرطة. ودور البلدية هو الضغط المتواصل لأن تقوم الشرطة بواجبها. بموجب سلم الأولويات الذي يراه المجتمع النصراوي. هذا الأمر الأساس في عملنا وفي تعاملنا في هذه الزاوية. مرة أخرى. لا يوجد أي مجتمع ولا يوجد أي بلد بدون ظواهر سلبية من تلك التي تحدثت عنها. كل شيء هو نسبي. ولكن حتى مع وجود هذه الظواهر تبقى ظواهر في الأطراف جانبية. ليس المقصود الأطراف جغرافية. والجو العام هو جو طيب. في هذه الفترة في أي أمسية تأتي إلى مدينة الناصرة تجدها تعج في المواقع المركزية. في السواح. الشباب. الصبايا. في أماكن مختلفة في المدينة. كل يوم سبت هناك مهرجان كبير. ليالي الناصرة. وصرنا عاملين يمكن عشر أو اتنعشر أمسي في أيام السبت. والسبت هذا والسبت اللي بعده ليليا يأتي والناس بفرح وبسعادة بهذا الحراك الثقافي الكبير. كل شيء هو نسبي. حقيقة أن هناك تزايد في ظواهر العنف. هذا الأمر في كل المجتمع في البلاد وفي المجتمع العربي. أكثر حتى من الوسط اليهودي. يهودي والسبب الأساس هو أيضا في قضية الردع وتعامل الشرط. حسب الحراك الثلثي المتعاطين في المخدرات هم من العرب على مستوى الدولية ومش على مستوى المدينة. إذن هناك سياسي أيضا تقشر. لهذا أيضا تفسير آخر مرتبط بالأوضاع الاقتصادية. مرتبط بالفجوات الاقتصادية الاجتماعية الفقر البطالة. طبعا ليس المقام للدخول في كل هذه المسببات. وهي بالتالي تزيد من الأرضية لتنامي ظواهر العنف. مشاريع بلدية الناصرة. يعني من يدخل إلى الناصرة. وليس من اليوم. دعني أقول منذ سنوات. هو يلحظ هذا الانتعاش الاقتصادي. الصناعة السياحية. الاقتصاد في حراك دائم. هناك مجالات جديدة فتحت. كل قضية المطاعم. والمطاعم هي ليست فقط أمكنها للترفيه. هناك أماكنها عمل. هي تشغل البلد على مستوى البلد. الضيوف عندما يأتون أيضا يساعدون على رفع اقتصاد البلد. ولكن هناك أيضا نواقص ما زالت لتكملة هذه الصورة. دعني أقول مثلا القضية الأكاديمية. الكلية الأكاديمية في الناصرة. نحن في الناصرة أو آسف بلدية الناصرة. تطالب بإقامة جامعة عربية. منذ دعني أقول 15-20 سنة على الأقل. أين نحن من هذا؟ لماذا لا تقول 25-30 سنة؟ طبعا أقيمت في البلاد أكثر من 50 كلية وجامعة. مؤسسة أكاديمية جماهيرية ممولة كلها من مجلس التعليم العالي. من طبعا وزارة ميزانية وزارة المعارف. كل المساعي ليس فقط من بلدية الناصرة. وإنما من مؤسسات وجمعيات وأطراف أخرى لإقامة مؤسسة أكاديمية في البلاد. ولا يمكن أن تقوم بدون مصادقة مجلس التعليم العالي. جبهت بالرفض المطلق. حدثت وضعية ظروف معينة قبل حوالي ثلاث سنوات. مكنت من مجموعة أكاديميين. كانت تعمل كفرع لجامعة أجنبية إنديانا بوليس. من الحصول على مصادقة من مجلس التعليم العالي للشروع بإقامة كلية أكاديمية. جاءت إليه في البلدية واتفقنا على التعاون لإنجاح هذا المشروع. أيضا مع صندوق الناصرة وهو مؤسسة أخرى تعمل على دعم مشاريع تطويرية في مدينة الناصرة. الأمر مستهجا وأن مجلس التعليم العالي اشترط مسبقا قبل أن يعطي المصادقة أن لا تطالبوا بتمويل أو ميزانيات. وكان هناك خيارين إما قبول قرار تاريخي لأول مرة بالمصادقة على إقامة كلية من هذا النوع. أو القول لا نستطيع إذا لم يكن لدينا تمويل من مجلس التعليم العالي. وهذه الحقيقة مستحيل. رغم ذلك قررنا أن نقبل التحدي وأن نباشر في إقامة الكلية الأكاديمية في الناصرة. المؤسسة الأكاديمية في الناصرة أنهت السنة الدراسية الثانية. في نهاية السنة الدراسية الثالثة ستصدر أول شهادات بي اي و بي اس سي من المؤسسة الأكاديمية في الناصرة. بدون أي تمويل. اعتمدنا على تبرعات جمعناها من أهل المدينة. من خارج البلاد. من البلاد. وحتى الآن نجحنا بتغطية المصاريف الهائلة. رسوم التعليم لا تزيد عن 25% من مجمل ميزانية تفعيل هذه الكلية. ونحن الآن بصدد إقامة الحرم الجامعي. صدقنا على تخصيص أرض بخارطة تفصيلية لهذه الغاية. ونعد للتخطيط التفصيلي لإقامة الحرم الجامعي. هنا علي أن أشير باعتزاز كبير إلى رجل الأعمال الفلسطيني منيب رشيد المصري. من خلال مؤسسة رشيد المصري. الذي التزم بدعم إقامة أول بناء متعدد الغايات في الحرم الجامعي. وكذلك عدد كبير من أصحاب الأموال العرب. أصحاب رؤوس الأموال العربي من البلاد. التي أيضا التزموا بتوفير مبالغ لإقامة الحرم الجامعي. هذا ما أريد أن أقوله. أسم النصر يمكن الاستفادة منه عالميا ومحليا وفلسطينيا وعربيا. بمعنى أن إذا كانت هناك خناق تضييق من المؤسسة الحاكمة من حيث الميزانيات والدعم. يمكننا أن نستفيد من هذا الأسم في الخارج لجمع التبرعات وتجنيد الأموال لتطوير المدينة. ولكن سنكون مع هذا الموضوع بعد الخروج إلى الفاصل. مرحبا بكم مجددا في هذا الحوار. رئيس بلدية الناصرة ورئيس اللجنة الكطرية للرؤساء العرب. السيد رامس جرايسي. رامس جرايسي قبل الخروج إلى الفاصل. كنا نتحدث عن الكلية الجامعية أو الأكاديمية في الناصرة. وتحدثنا عن لماذا أيضا ما دمنا في الناصرة وفي كل مدننا وقران العربية. نوعا من سياسة تمييز، خناق، تديق، لماذا لا نستفيد ناصرة بالذات من أسمها العالمي وحتى العربي. لجمع تبرعات، دعم أيضا لإقامة مشاريع من هذا النوع. وهي مشاريع تدعم اقتصاد البلد. بدون شك أن مشروع الكلية الأكاديمية طبعا السعية أن تصبح جامعة. كمرحلة أولى نحن نتحدث عن كلية أكاديمية أو مس أكاديمية. الهدف هو الوصول إلى جامعة متكاملة. هي ليست فقط جامعة، هي تحريك الاقتصاد البلد. يعني لا يأتي ألف فني آدم على البلد. هذا هو في رأيي، رغم أن النواة ما زالت صغيرة جدا، في رأيي أحد أهم المشاريع الواعدة مستقبلا المرتبطة. ليس فقط بتطوير مدينة الناصرة أكاديميا ثقافيا وإقتصاديا. وإنما للوسط العربي كله. هذا أمر يجب أن يكون واضحا. للوسط العربي كله. هي ليست فقط لمدينة الناصرة. نحن فعلا نحاول أن نصل إلى عنوين مختلفة في البلاد وفي الخارج لتجنيد دعم لهذا المشروع. وأنا أقول لك أمرين. الأمر الأول بشكل عام أغلب الداعمين أو من الممكن أن يكونوا من الداعمين ينتظرون لأن يروا على الأقل بدايات النجاح. ونحن نعرف ذلك ونحن اليوم بعد بدايات النجاح. ولذلك الإمكانية للتوجه لدائرة أوسع للتبرع قائمة. وفعلنا ذلك قبل شهر تقريبا شاركت في مؤتمر أبناء الناصرة في الولايات المتحدة وفي كندا. وهناك أيضا تم جميع تبرعات لصالح المؤسسة الأكاديمية. حتى الآن ليست المبالغ التي نريد. ولكنها بدايات جيدة. توجهنا أيضا ولا أريد أن أدخل بتفاصيل كثيرة أيضا إلى عنوين في دول الخليج. وهناك نعرف أن لديهم مؤسسات هامة تدعم حراك ثقافي وتعليمي في العالم العربي كله. ونحن أيضا نعتقد أن هناك مكان في ظل واقعنا وموقعنا لدعم لمثل هذا المشروع الثقافي الحضاري الكبير في مدينة الناصرة. وأنتهز هذه الفرصة لأتوجه إلى أبناء شعبنا عموما. في البلاد، في مناطق السلطة الفلسطينية، في مناطق الشتات، في البلدان العربية إلى المؤسسات وجمعيات. في بلدان العربية قادرة على دعم مثل هذا المشروع الكبير أن تقدم هذا الدعم. بدون أن يكون هناك برؤية مستقبلية بعيدة المدى دعم جدي ستبقى المبادرة محدودة. حتى تحدث انطلاقا نحو تحويلها إلى جامعة نحن بحاجة إلى دعم كبير. أعرف جيدا أن بليت الناصرة لديها العديد من التخطيطات، العديد من البرمجة حتى إلى المدى البعيدة إلى 20 أو 30 سنة إلى الأمان. ولكن هناك مؤسسة حاكمة. هناك سلطة لا تريد لهذه المدينة أن تتطور. تريد أن تبقى على الهامش حتى أن هناك زي مبارزة من تكون عاصمة الجليل. نحن الناصر هي عاصمة الأكلية العربية الفلسطينية في الداخل. وأيضا هي عاصمة الجيمين حيث الموقع والمركز. وهذا يعني تاريخيا كيف كانت منذ العاق العثماني. لكن كيف أنتم تتواجهون مع هذه المؤسسة؟ هذا عمل ليس بالهين. نعم هذا عمل مرهق أحيانا تحتاج إلى طاقات كبيرة حتى لا تصل إلى حالة إحباط. أنت في موقع من جهة في مواجهة مع السياسة المركزية ومن الحكومة المركزية. ومن جهة أخرى عليك أن تلبي طلبات واحتياجات الجمهور. احتياجات الناس وهذا تناقض بحد ذاته. ليس من السهل التعايش معه. ولكن اعتمادا على التجربة الغنية على المهنية المثابرة. استطعنا حتى الآن أن نحقق الكثير من الإنجازات. ونحن دائما نعمل ضمن استراتيجية تحقيق مكاسب تراكمية. بمعنى ليس لدينا وهم أن ننتقل. كما يقولون بالعرب الدارجي من القفة لديناها. ولكن نستطيع أن نحقق مكاسب متراكمة. وبالتالي أن يصبح كل مكسب أرضية لتحقيق مكسب متقدم أكثر. صحيح. مشروع على مشروع على مشروع. هو بالآخر مكسب تراكمية. وفكرة على فكرة. وتحدي على تحدي. وطبعا يجب أن أشير إلى أننا نعمل ضمن هذا الصراع كبلدية الناصرة. وأيضا كبلدية رأس حربة ضمن مجمل السلطات المحلية العربية. واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية. ولجنة المتابعة العليا. وهي كلها أطر نضالية تساهم في تحقيق الأهداف التي تحدثت عنها. صح. دعني أخرج من الناصرة. ولكن ما زال لدي سؤال واحد حول الناصرة. وهو الناصرة مركز طبي. هذا يأتي أيضا ضمن ما تفكرون به من مشاريع لاستعادة مكانة الناصرة. البلد الوحيد داخل دولة إسرائيل. خط الأخضر. عرب الداخل. عرب التمية وأرعين. سموها أجل. لا. فليسمي ذلك كل حسب ما يريد. البلد الوحيد اللي فيها مستشفيات. هي مدينة الناصر. وحظنا أن هناك ثلاث مستشفيات. عمليا إداراتها هي إدارات دول من دول أوروبي. وهذه المستشفيات الثلاث تزود خدماتها لأهل المدينة والمنطقة. وعلى مستوى راقي جدا. سعينا وسنواصل السعي. تشغل أصلا أكاديمية العرب عندنا وأكاديمية المنطقة أصلا. طبعا. وهذه المستشفيات أيضا تحولت إلى مراكز أكاديمية تدرب الأطباء المتمرنين. وفي بعض المجالات تدرب أطباء مختصين. وهذا مصدر اعتزاز. سعينا وسنواصل السعي لتوحيد هذه المستشفيات الثلاث. ضمن مبنى إداري معين. يحافظ على خصوصية كل واحد. ولكن في نفس الوقت تعمل بتكامل وليس بتنافس سلبي. وبالتالي أن يكون هناك مركز طبي كبير. وهذا أمر نأمل أن يتحقق مستقبلا. بالمناسبة أقيمت كلية طب خامسة في الجليل. نفسنا لأن تكون بالناصر مع معرفتنا المسبقة. أن سياسة التمييز القومي لن تسمح بذلك. وأقيمت بصفت. ولكن مستشفيات الناصر هي جزء من البنية الطبية للكلية الطب الخامسة. طيب. رامج رئيسي. دعني أسأل أسئلة أخرى. أنت رئيس بلية الناصر. وأنت أيضا رئيس اللجنة الكترية للرؤساء السلطات المحلية العربية. أولا أين دور اللجنة الكترية؟ هناك من يقول أن هناك غياب أو عدم موجود استراتيجية. أو هناك ما بين الشارع وما بين القيادة. هناك فجوات. لا يوجد استراتيجيات عمل. سأدخل لجنة المتابعة. ولكن دعني لجنة الرؤساء. أين هي؟ أعتقد أن لجنة الرؤساء حضورها واضح وبارز على الساحة المحلية. على الساحة النضالية. وفي كل ما يتعلق بتطوير الخدمات للمواطنين. اللجنة الكترية تعمل بشكل مثابر. متواصل ضمن أجندة واضحة. ضمن برنامج عمل واضح. ونتابع مع كل الأطراف التي يجب أن نعمل مقابلها. بما فيها الأطراف الحكومية. ولا يمكن أن نعمل بدون أن يكون هناك سعيل. هناك من يهاجمك أنك تجتمع مع رئيس الدول. أو تجتمع مع بعض الوزرات. هناك من يريد أن يكاطع. هذا حل لنا ضمن خصوصياتنا كفلسطين في الداخل. طبعا هذا معنى أن نفرض على أنفسنا حياة الجيتو. وأن نقتل أنفسنا في الجيتو. لأن هذا الجيتو لن يكون له أي مقومات حياة. نعمل ضمن واقعنا وموقعنا. نحن نعرف المعطيات التي نعمل ضمنها. ونسعى لتحقيق حياة أفضل للناس. للمواطنين العاديين. لأننا نعتقد أنه بخلاف ذلك. إذا وصل الناس إلى حالة من اليأس. أو إلى حالة من عدم توفر الخدمات الأساسية. التفكير الذي سيتبادر إليهم هو الرحيل والهجرة. نحن نريد أن نوفر للمواطنين أسباب البقاء. وليس وضعية تصبح الهجرة خيار أمامهم. وأعتقد أننا نجحنا بذلك. لأنه لا توجد نسبة هجرة تقترب من السفر. وهذا أمر مهم ويثير الاعتزاز. اللجنة القطرية هي المبادر كما هو معروف من سنة الثمانين. لإقامة لجنة المتابعة العليا. وهي السقف النضالي الذي يضم كل التيارات والفعاليات السياسية. ضمن قاسم مشترك. لا نلغي الخلافات. لا نلغي الإختلافات. لا نلغي التناقض أحيانا في التقييمات. وفي الاجتهادات. ولكن نجد الطريق للعمل ضمن أجندة متفق عليها. وضمن إجماع حول قضايا متفق عليها كعمل مشترك. ويبقى كل تيار سياسي وكل حزب يعمل ضمن الأجندة الخاصة به. لا يوجد تناقض وإنما يمكن. وهذا أمر مهم أن تتعلم منه مجتمعات أخرى. كيف يمكن أن نعيش ضمن خلافات واختلافات وتقييمات أحيانا متناقضة. وفي نفس الوقت أن نوحد جهود ضمن الأمور المتفق عليها. لكن هناك من يكون رامج ليسي. أن حتى لجنة المتابعة تأخذ دور الرد الفعل. لا يوجد هذا الفعل. ودورها تراجع في الفترات. لا يوجد فترة أخيرة. ولكن خلال السنوات الأخيرة. دورها يتراجع بشكل تدريجي. اليوم هي لجنة. لدرجة اتهام أحيانا لجنة القطرية أنها تأخذ دور لجنة المتابعة. وطبعا هذا غير صحيح. ربما هذا الانطباع نتيجة العمل المثابر وغير المنقطع عن الشارع والجمهور للجنة القطرية. أين لجنة المتابعة؟ لماذا هذا التراجع؟ أصلاً أين الأحزاب؟ لا الحقيقة أنه لا يوجد جهاز للجنة المتابعة. لجنة المتابعة حتى مكاتبها هي في مكاتب اللجنة القطرية. وفي وضع من هذا النوع تتحول أكثر إلى كونها لجنة تنسيق ما بين الأحزاب. وقراراتها المناط به تنفيذها هي الأحزاب نفسها. هذا هو الواقع الذي تعمل ضمن لجنة المتابعة. وأنا أعتقد أن لجنة المتابعة هي أحد أهم الإنجازات الوطنية للأقلية العربية الفلسطينية داخل إسرائيل. وهذا إنجاز كبير لجنة المتابعة علينا. رغم كل الانتقادات أن نحافظ عليه. وأن نعمل كتيارات سياسية لجنة قطرية. لتعزيز مكانة ودور لجنة المتابعة. طيب. دعني أنتك من لجنة المتابعة وما إلى ذلك إلى موضوع آخر. وهو ما يجري بشكل عام في الدولة في إسرائيل. هناك حكومة يمنية تسيطر على الحكومة. حكومة أصلا تتعامل مع العربي بالشطب. تهميش. تهميش العربي. حتى تهديد بترانسفير دعني أقول. لا تتعامل معه كأقلية قومية واحدة. تتعامل معه كمجموعة طوائف وأقليات وكبائل وما إلى ذلك. هذه الحكومة هذه السياسة. الآن كيفما يبدو أن دور الأحزاب أيضا تراجع في التصدي لهذه الحكومة. والحكومة هي مفتوحة. دعني أسأل السؤال الأول. الخدمة المدنية. هذا تحدي كبير أمام الجمهير العربية في الداخل. الحقيقة التي أشرت إليها أن هذه الحكومة هي الحكومة الأكثر يمينية ربما في العشرين ثلاثين سنة الماضية. وحتى يجلس على مقاعد هذه الحكومة أحزاب البلاتفورمة السياسية لها تعتمد موضوع الترانسفير. وتركيبتها الآن أصبحت أخطر مما كانت. خصوصا بعد انضمام كديمة وتوسيع القاعدة البرلمانية لهذه الحكومة. ممارستها في الوسط العربي هي مقلقة إلى حد كبير. قضايا مثل قضايا هدم البيوت بحجة البناء غير المرخص. قضية محاولة تصفية ما تبقى من أراضي عرب النقب. ولجنة برافر. الآن لجنة بلاسنر والحديث عن تقاسم العبئ. ما يسمى بتقاسم العبئ. المقصود فيه هو فرض الخدمة الإلزامية تحت مسميات مختلفة. الخدمة المدنية. الخدمة الوطنية. على العرب. هذه أمور كلها. مجموعة قوانين عنصرية. مجموعة قوانين عنصرية. سلسلة من القوانين العنصرية. التي حتى المستشار القضائي للكنيسة للبرلمان انتقدها. وبعضها اليوم موجود على طاولة البحث أمام محكمة العدل العليا. بالدعاء أنها غير شرعية وغير دستورية. هذه الأجواء خطرة تستدعي تعزيز الوحدة. وتستدعي أن نتغاضى عن الصراعات الجانبية. لنؤكد المحور المركزي لنضالنا بصورة موحدة. وليس البحث عن نقاط للتصادم. وإنما البحث عن النقاط التي فيها تقاطع ما بين الأحزاب والعمل المشترك. في هذا المجال اللجنة القطري داخل لجنة المتابعة العليا. تلعب دور الدبق الذي يحافظ على الترابط والالتصاق. ما بين التيارات السياسية المختلفة. بكونها تمثل رؤساء السلطات المحلية. وهم الوحيدون المنتخبون بصورة مباشرة من الجمهور. وأن انتماءاتهم السياسية هي انتماءات تعددية من الحركة الإسلامية الشمالية الجنوبية الجبهة. مقربين من التجمع ومستقلين من كل الأطياف السياسية. وهم داخل اللجنة القطرية يعملون من خلال ليس التوافق الإجماع المطلق. طيب يعني صحيح أن ما يجري هو أمر خطير. والكل متفكر أنه أمر خطير. وأنا أتحدث على مستوى البلاد وليس في ما يتعلق اللجنة القطرية. ولكن في نفس الوقت يبقى السؤال. لماذا نحن لا نفتش عن كواسم مشتركة؟ لماذا لا نتوحد حول كواسم مشتركة؟ بل هناك. هذا حالة التشغذم الداخلي حول هذا السؤال سنجيبه. ولكن مرة أخرى نروح للفصل. نعود مجددا إلى هذا الحوار معنا في هذه الحلقة. رئيس بلدية الناصرة ورئيس اللجنة القطرية للرؤساء العرب. السيد رامز جريسي. رامز جريسي قبل الخروج إلى الفصل. كنا نتحدث عن كل متفك. أنه هناك خطر كبير. خاصة ضمن هذه الحكومة. الحكومة الأكثر يمينية. الحكومة التي تستشرس في تعاملها وتعاطيها مع الموضوع العربي. ومع موضوع الأكلية العربية فلسلية وفي الداخل. ولكن نحن أيضا تحمل مسؤولية هذا التشغذم الداخلي. عدم توحيدنا حول الكواسم المشتركة. اللي ممكن أن ننطلق منها لخلق أجواء جديدة. نضالية جديدة تدفع بنضالنا في مواجهة هذه الحكومة. أنا أوافق على الطرح بأن هناك ضرورة لتعميق العمل المشترك. والتأكيد على القواسم المشتركة. أكثر بكثير من الخلافات والاختلافات. ونحن مجتمع طبيعي ككل المجتمعات لدينا تعددي سياسي اجتماعي ثقافي من كل النواحي. هذا أمر طبيعي. وأتفق أن هناك ضرورة لأن تعيد الأحزاب النظر في استراتيجياتها. ليس بشأن القضايا التفصيلية. وإنما بشأن كيفية تعميق التعاون والابتعاد عن المناكفات والصراعات الجانبية. لتأكيد المحور المشترك. لأن الخصوصية التي نعيشها لا يعيش أي شعب آخر مثل هذه الخصوصية. هذا وضع لا أعتقد أن هناك شبيه له في أي مكان في العالم. هناك أقليات. ولكن نحن نتحدث عن أقلية أصلية يا صاحبة الوطن. لم تأتي ولم تهاجر إلى دولة. وإنما دولة جاءت إليها. حولتها من أغلبية إلى أقلية. هذا واقع لا أعتقد أنه. ومع ذلك حافظت على هويتها. ومع ذلك حافظت على هويتها. ولهذا الأمر حكاية طويلة. لا يمكن العودة إليها كيف هذا الأمر كان ممكن. رغم كل الظروف والحكم العسكري والتضييقات والعوضاع الاقتصادية الصعبة. ولقمة العيش وكل ذلك. أنا لدي أيضا انتقادات. هذا لم أخفي ذلك. وبرز هذا في وسائل الإعلام. الانتقادات ليست من أجل الانتقاد. وإنما الهدف منها هو تصويب مصار. هو الالتزام بأنظمة. اتفقنا على أن تكون. وعلى أن نحافظ عليها حفاظا على العمل المشترك. والمصار المشترك. أعتقد أننا لدينا الجرأة الكافية. ولا نتحدث عن اللجنة القطرية. وإنما كأحزاب سياسية. أن نضع كل هذه الأمور على طاولة البحث. وأن نناقشها بشفافية. بموضوعية. هناك ما يجب أن يتم تصويبه. ونحن قادرون على أن نقوم بذلك. دعني أعود كلنا عن الخدم المدني. هذا موضوع بالفعل هو مقلك. كل الناس تسأل إلى أين يمكن أن نصل بهذا الموضوع. هل يمكن للفعل النضالي للأكلية العربية الفلسطينية في الداخل. للأحزاب. للمؤسسات. للهيئات. أن يثمر نضالها في النهاية. في تراجع الحكومة عن هذا القرار. أنا أعتقد أه. أنا أعتقد الجواب نعم. وفي مؤشرات لذلك. موضوع الخدمة المدنية. الخدمة الوطنية. بكل مسمياتها. مرفوضة جملة وتفصيلا. مرفوض أن يكون هناك أي إلزام بها. مرفوض أن يكون هناك أي ربط. لأي شكل من أشكال العمل التطوعي. مع الجهاز الأمني ومع الأمن. هذا أمر هناك إجماع حوله. لا يوجد أي خلاف حوله. وبالتالي كان هناك قرار في لجنة المتابعة. وعطت دعم لهذا القرار اللجنة القطرية. بمقاطعة ما يسمي بلجنة بلاسنر. عنوان بحثة وتقاسم العبة. وطبعاً العنوان هو الحريديم. يعني اليهود الغلاة التطرف الديني. والعرب. وتقرر مقاطعتها. حتى لأننا نتوقع ما ستكون توصياتها. ولا نريد أن نعطي شرعية لهذه التوصيات. من منطلق نحن استمعنا إلى أقوالكم. واستمعنا إلى مواقفكم. وهذا ما قررناه بشكل نهائي. ولكن في نفس الوقت. لأن هناك أيضاً نقاش حول الموضوع. لجنة القطرية بلورت موقف متكامل. بكل أطرافه. بما في التعامل مع موضوع. حاولوا مناكفتنا من خلاله. هو التطوع. هل ترفضون التطوع في مجتمعكم وإلى آخرية؟. قلنا لهم. نحن ليس فقط نرفض. لدينا مؤسسات تعزز التطوع المجتمعي. التطوع ليس إلزام بإسمه. تطوع ثانياً مجتمعي. لا يرتبط ولا يمكن أن نقبل أن يرتبط بأي شكل مع المؤسسة الأمنية. نحن نذكر أننا أبو إم العمل التطوعي. من لا يذكر من شعبنا الفلسطيني مخيمات العمل التطوعي في مدينة الناصرة. والتي كان يشارك فيها الآلاف. كل سنة على مدى أيام يعملون معاً في تنفيذ المشاريع التطوعية. لدينا مشاريع تطوعية في دوائر الخدمات الاجتماعية. وهي ذاتية. ليس لها علاقة مع المؤسسة. من يريد أن يناكفنا في هذا الموضوع. نقول له أن هذه القيمة هي قيمة مجتمعية. نحن نعتز بها. ولكن نرفض أن يتم تجهيرها لأي هدف آخر. بالمناسبة ليبرمن بنى برنامجه الانتخابي في وسط اليهودي. في مقولة الحقوق وربط الحقوق والواجبات. الولاء. أسف. الحقوق ولا قطر واجد. وبالتالي نجح أن يحصل على عدد كبير من. هذا هو الخطر. هذا الخطر الذي يواجه هذه الأكلية الفلسطينية. هناك حكومة أو دعني أقول أغلب الأحزاب الآن. هي تجمع على أمر واحد. على هذه السموم. خلق أجواء عنصرية. خلق أجواء تحريضية على الجماهير العربية الفلسطينية في الداخل. وليس على العربي في الداخل. فقط إنما أيضا على الفلسطيني في كل مكان. وعلى الفلسطيني في رمالا. وعلى السلطة الوطنية الفلسطينية. ومن هنا أذهب إلى وضعية المفاوضات. ووضعية هذه الحكومة. كيف ترى أنه. هل يمكن لهذه الحكومة. دي من هذه التركيبة. أن تتوصل إلى حل لهذا الصراع؟ دعني أقول جملة واحدة. أن مواجهة هذه السياسات على النطاق الداخلي. حتما ليست من خلال قطف الرأس. وإنما من خلال المواجهة الشجاعة. والمواجهة المسؤولة في نفس الوقت. هذا هو الاستراتيجية التي يجب أن تكون. وأعتقد أننا نتبنى هذه الاستراتيجية. ارتباطا في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. وأفاق التقدم نحو أي تسوية سياسية. في رأي هذا الأمر مستحيل. مع هذه الحكومة. ومع الدعم المطلق الذي تحظى به من الولايات المتحدة الأمريكية. لكن إسرائيل تفرد شيئا. لأن عمليا إسرائيل تستغل الوضع القائم. وتواصل فرض معطيات على أرض الواقع. تريد أن تحولها إلى شروط للحل الدائم. وبضمن ذلك مثلا قضية يهودية الدولة. هذا الشرط الذي اخترعه نتنياه. إسرائيل وقعت اتفاقيات السلام بين قسين. اسمها اتفاقيات السلام مع الأردن ومع مصر. لم تشترط على الأردن أو مصر. أن تعترف ضمن شروط اتفاقيات السلام بيهودية الدولة. ليس هذا فقط. إسرائيل اشترطت على منظمة التحرير الفلسطينية. لمواصلة المفاوضات. أن تغير في المثاق الوطني الفلسطيني. ومن يذكر القائد الفلسطيني المرحوم ياسر عرفات. جمع المجلس الوطني الفلسطيني في غزة. واتخذ قرار بتغيير بعض البنود. الفلسطينيين لم يشترطوا تغيير وثيقة الاستقلال الإسرائيلي. هم يفاوضون إسرائيل كما هي. في رأييي أن خطورة هذا الطرح مرتبطة بنا. نحن الأقلية العربية الفلسطينية داخل إسرائيل. لأنها ستضع سقف لنضالنا المستقبلي. ولتقول لنا. إذا ليس عجبكم ارحلوا. ممثل الشعب الفلسطيني. وقع على اتفاقية سلام. تقول أن هذه الدولة يهودية. أنتم هون ليس عجبكم في هذه الدولة. دوروا على محل ثاني. فهذا هو الأمر الأخطر في طرح من هذا النوع. والذي يشكل عمليا وضع معيق إضافي. لأن نتنياهو يعرف أن المفاوضة الفلسطينية. لن يوافق على أن يكون هذا شرط من شروط الاتفاقية السلام. رغم أن يفاوض إسرائيل كما قلت. كما هي. دون أن يشطر التغيير طابعها أو واقعها. بالإضافة إلى العوائق الأخرى. الاستيطان. مواصلة الاستيطان. حتى مع مسرحية الأول بنا. مسرحيات لا تنطل على أحد. مقابلها يستمر إقامة مستوطنات جديدة. وتوسيع المستوطنات القائمة. يعني لا يمكن لطفل. مش فلسطيني. في أي مكان في العالم. أن يقتنع أن إسرائيل تريد أن تصل إلى سلام. وإلى حل الدولتين. وتواصلها الاستيطان. إذن أين الدولة الثانية؟ كل المعيقات الممكنة تضع. أنا أعتقد أن التوجه الفلسطيني للأمم المتحدة. يجب أن يتعزز أكثر. للحصول على الشرعية الدولية. بإعطاء العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة. وبعد ذلك. تبدأ مفاوضات على أساس دولة مقابل دولة. هذا وضع سيختلف. سيغير في الواقع السياسي. وهو أمر مهم جدا. ولكن من أجل ذلك. هناك شرط إضافي يجب أن يتم. يجب أن تجاوز الإنقسام الفلسطيني المدمر. الذي تستغل إسرائيل. وتستطيع أن تروج من خلال استغلاله. للقول بأنه ليس من الممكن التقدم في مفاوضات سلام. أنا أعتقد أن الاتفاقات الأخيرة هي اتفاقات جيدة. ولكن الامتحان ليس بالاتفاقات. وهذا ليس أول اتفاق لإعادة الوحدة والتلاحم. وإنما الامتحان هو في التطبيق. وتطبيقه مجرد أن إسرائيل تعارضه. هذا معناه أنه جيد للشعب الفلسطيني. هل ما زلت تعتقد أن هناك إمكانية لحل على أساس مبدأ دولتين شعبين؟ يعني الوقائة تكون غير الشكل. حتى هناك بعض اليهود يكونون غير الشكل. دعني أستعمل تعبير آخر. شعبين دولتين. وليس تعبير دولتين للشعبين. لأن كما قلت دولة إسرائيل اليوم 20% من المواطنين هم عرب فلسطينيون. ولا يعقل أن يسلموا بأن يلغوا كيانهم. نعم. ما زلت تعتقد أن الحل الوحيد الممكن هو على أساس حل الدولتين. أو ما يسمى الآن بالشرعية الدولية. لا تنسى أن ينتمي إلى تيار سياسي. وضع هذا كأجندة للوصول إلى حل سياسي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني منذ عشرات السنين. هذه الأجندة وضعها قبل عشر سنين. قبل أربعين أو خمسين سنين. الظروف تغيرة. هذا الحزب لماذا لا يفكر من جديد فيها؟ دعني أكمل ما أريد أن أقول. هذا البرنامج السياسي الذي أصبح الآن ما يطلق عليه اسم الشرعية الدولية. طبعا في حدود السبعة وستين. انسحاب من القدس. دولة مستقلة كاملة السيادة. هذا ليس.. اسمه الكدس؟ دعني. هذا الحل حتى الآن هو الحل الوحيد الممكن. لأن أي حل آخر لا يمكن أن يطبق بدون موافقة الطرفين. ولا يمكن أن يتم فرضه بالقوة. وأنا أتحدث عن حل الدولي الواحد. ولكن إذا لم يتم تحقيق حل الدولتين. وتراجع إسرائيل عن مواقفها. في إطار دولة فلسطينية. حدود السبعة وستين. القدس. كل الثوابت التي نتحدث عنها. إلغاء الجدار كل هذه الأمور. في الأفق المعقول. خمس سنين عشر سنين. قد يصبح هذا الحل في خبر كان. وقد لا يبقى أحد الخيارات المطروحة. لأنه لا يمكن أن يبقى خياراً مطروحاً إلى الأبد. دون أن يتحقق. أنا لا أعرف. أنا لا أعرف لماذا. إسرائيل هي التي تريد هذه الحالة. وليس الفلسطين. أنا لا أعرف ما هي الطروحات التي ستكون. وما هي آليات التطور السياسي. حين يصبح هذا الحل في خبر كان. كما قلت. إن لم يتم تحقيقه في أفق زمني مطروح. ولكن القضية الديمقرافية أيضاً هي هاجز عند إسرائيل. إذا قلت أنت خلال خمس سنوات أو عشر سنوات في خبر كان. قد تفكر إسرائيل أيضاً في إمكانيات الترحيل وما إلى ذلك. وأنا لا أتحدث عن ترحيل ضمن الكلاسيكي. يعني الحمل على الشاحنات ومن ذلك. ولكن عدة أسليب لإسرائيل يمكن أن تنفذ مثل هذا الأمر. حتى تضمن وضعيتها الديمقرافية أو سيطرتها الديمقرافية على هذه البلاد. لن يحدث أمر من هذا النوع. لأننا لا يمكن أن نسمح أن تتكرر تجربة النكبة في الـ 48. إذا سألت أي أحد من المواطنين الفلسطينيين داخل إسرائيل. أنا بجاوبك بفضل الموت في بلدي على أن أرحل. الرحيل ليس خيار. وأنا أعتقد أن الهاجز الديمقرافي قائم بسبب المعطيات السياسية القائمة. في حالة الوصول إلى تسويس سياسي ستبدأ الناس التفكير بنمط آخر. حتى لنأخذ أوروبا كنموتش. الحرب العالمية الثانية. هل كان لأحد أن يفكر خلال الحرب العالمية الثانية. القتل، التدمير، المعاناة، الجوع، الموت. ملايين أن أوروبا بعد سبعين سنة ممكن أن تكون مفتوحة بدون حدود. يستطيع أن يعيش كل إنسان أينما كان. بغض النظر عن الجنسية الأصلي التي يحملها. لأن الباسبورت الذي يحمله باسبورت واحد. اقتصاد واحد. آلية التطور السياسي الاجتماعي الاقتصادي. تعتمد معطيات معينة. إن تغيرت هذه المعطيات. وأنا أتحدث عن إمكانية تسوية سياسية. إن تغيرت هذه المعطيات. تبدأ آلية مختلفة في التطور. تحكم التطور المستقبل. ولكن إسرائيل هي تضع حاجزاً أمام أي تسوية سياسية. هذا ما قلت. ومن يجلس في إسرائيل اليوم. هي عقلية دعني أقول ليست مجنونة. إنما هذه الأدية عقلية عنصرية. وخوف أيضاً على الأقلية العربية في الدخل. هناك قلق. ولكن بين القلق وبين الخوف من أن يترجم إلى واقع. هناك هو شاسعة. لا يمكن أن نسمح بتكرار النكبة الثمانية واربعين. رامز رايسي. شكراً على هذا الحوار. عزائي المشاهدين نلتقي في الأسبوع القادم. إلى أن نلتقي تحية من رمز حكيمة منطقة من البرنامج. إلى اللقاء. اشتركوا في القناة